الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة قلميم وادنون نظمت أمس الخميس بقلميم يوما احتفاليا بالمرأة وبالمجتمع المدني بمناسبة اليوم العالمي للمرأة واليوم الوطني للمجتمع المدني وتميز اللقاء بتنظيم أنشطة تعريفية بأدوار المجتمع المدني في تعزيز المصاري التنموي والاجتماعي وإسهامات النساء في النهوض بالتنمية بالبلاد بالإضافة إلى معرض لمنتوجات بعض جمعيات المجتمع المدني لا سيما العاملة في مجال البيئة كما تميز المعرض الذي عرضت فيه منتوجات الطرز والخياطة وتنمية الأسرية والتربوية بمشاركة نساء إفريقيات منضويات تحت لواء العصبة المغربية للتربية الأساسية ومحاربة الأمية فرعق الميم كما شهد اللقاء توزيع شواهد تكريمية على عدد من الفاعلين في المجال التربوي والتلاميذ اعترافا بمجهوداتهم في التعليم والتدريس والتأطير والتعلم